الحكم العملاق أندرسون درانكو اللي هيدير أنا بعمل كده عشان هو حكم عملاق فعلا يعني يخوف يعني عضلاته كده وبتاعه هو اللي هيدير مباراة القمة خلاص بين الاهلي والزمالك هو مشهور في البرازيل انه هو اقوى حكم في العالم طيب ليه حكاية يعني القول عضلية اللي عنده دي ليه حكاية هاتونا الاول السورة يا جماعة عشان ايه نشوفه الاول عشان اقف انا بتكلم عن مين هو حكم عملاق يعني او احكي لكم القصة من اول حيان احكي لكم القصة من اول حيان بص الحكم ده وهو صغير عنده عشر سنين انا هيعرفكم ليه كورت الياد زهرت دلوقتي هو عنده عشر سنين كان بيلعب كورت ياد وواحد من مدربية قال له بقولك ايه انت مش هينفع تلعب كورت ياد ليه يا سيدي ليه يا عم ده مايلعبش كورت ياد وهو لسه صغير كده ليه بتقفلها في وشه قال له علشان انت جسمك ضعيف مش قوي واللعبة دي محتاجة جسم قوي فالراجل سمع كلامه وما تحقتش قوله هشتغل على نفسه وقال انه هيزبط جسمه عندا في المدرب اللي قال له انت ضعيف ومش قوي ماينفعش تلعب كورت ياد تمام راح الحكم البرازيلي ساب كورت الياد هو عنده تقريبا عشرين سنة وقرر انه يكمل حياته في الجيم قال لك ايه بقى بص خلاص انا مش ايه بقى لها ياد انا هكمل في الجيم وبعد كده دخل كلية التربية الرياضية خلاص بقى وحياته بقت رياضة وقال لك انا هبقى مدرب عندا في المدرب بتاع كورت الياد اللي قال لي انت مش هينفع تلعب كورت ياد عشان انت جسمك ضعيف واضح فترة طويلة من حياته قاعد في الجيم من 2009 قرر انه هو يشتغل في التحكيم وناس كتيرة حذرته انه العضلات اللي عنده دي كلها يعني مش هتخليه حكم جامد وسريع ونشيط والكلام ده كل هو قالوله ان الجسم ده هينهي مشوارك التحكيم بسرعة لكنه على العكس تماما ابدى وادى اداء رائع جدا في المباريات اللي قدرها في البرازيل ورغم تفوقه قال في تصريحات انه بيكره عضلاته لان الناس بتقيمه انه حاكم قوي بعضلاته مش بكوة شخصيته فهو الناس اللي بتقوله انت حاكم قوي جدا في الملعب هم عشان شايفينه قوي جثمانيا مش عشان هو قوي في قراراته دي حكاية درانكو الحاكم البرازيلي عنده صفة انه عنيد جدا في ارض الملعب يعني ما ينفعش تروح تجدل وتهزر معاك كده وتعترض عليه كتير وسهل جدا يشتبك مع اي لعب في الملعب يشتبك لفظيا يعني الحاكم ده كان بيحكم مباراة بين اتليتكو منييرو وسوبولو في البرازيل وهالك لعب شهير طبعا في البرازيل وبيلعب في عتلتكو منييرو اعترض على درانكو الحاكم طيب حاكم بقى يسكت قال له لا تعالي خد بالك عشان ده مش المطش الاخير اللي هحكمه لك فهالك قال له هو انت بتحددني زي ما انت شايف في السؤال هو انت بتحددني راح قال له لا يا حبيبي انا ما بهددكش انا بس بقولك اللي هيحصل فاهم حاكم يعني بتعناوش يعني فاهم لا يعني المهم حاكم ده ما بيقبلش ابدا ابدا الخروج عن النص في المباريات سواء اللي في ارض الملعب اللاعبين او حتى الجمهور في مرة في 2019 الجمهور هتف بشكل معادي ضد فرقة معينة كان فيه الفاظ موسيقى كثيرة جدا والالالفاظ دي لا تتوقف وبدون اي مقدمات قرر الحكم انه يوقف هذه المباراة علما ان لوائح الدوري البرازيلي مفهاش انه الحكم لو سمع حتفات موسيقى يوقف المباراة مش موجود عندهم دي لكن هو قالك ايه يا تسكت يلغي المطش هتسكت هكمل المطش بالفعل قعد عشرين دقيقة في ارض الملعب عشرين دقيقة موقف المطش هتسكته هكمل مش هتسكته ما فيش فالجمهور اضطر يسكت حكم قوش شخصية جدا على كل المنظومة في الملعب سواء على مستوى الجماهير او على مستوى اللاعبين في ارض الملعب ودي بس الحكاية اللي لعبت النادي الاهلي والزمالكي فهموها ما بيهزرش اه الجسم العملاق ده ما بيضربش يعني مش هيعمل اي احتجاكات بالايد يعني بس ما تهزرش معا بالكلام عشان مش هيسكتلك مش هيعديلك مش هيفوتلك فالحاجات اللي هي كل شوية اه ايه الكلام دوت لا برازيلي برازيلي واسمع او مش اسمع بس برازيلي فخطر وتاخد بالك منه وانت بتلعب في المباراة عشان ما يبقاش فيه كروت ان شاء الله طيب